يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عدداً من القوافل بمراكز وقرى محافظات الجمهورية وذلك من أجل دعم الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً منذ أن بدأ قطار الخير الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي رحلته التنموية والتحالف لا يتوقف عن دعم الشرائح الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً في أسوان وفي إطار توجهات الرئيس السيسي بتدريب الكوادر الشبابية والتأكيد على أهمية مشاركة الشباب في العمل التطوعي تتواصل المقابلة الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف وكيان شباب مصر بالمحافظة المبادرة مبادرة الشبابية طبعاً نحن جئنا في المبادرة فيه أعمال خدمية كثيرة عاوزين نقدمها للشارع الأسواني والمجتمع الأسواني المختلفة طيافه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعاً نحفظ الأسوان فيه تغييرات وتحديثات حاجات موجودة كثيرة طبعاً زي ما كشاب مصري شاب نوبي في عندنا طبعاً قريطة غرب السيال النوبية حالياً مدرجة ضمن البرنامج السياحي أنا سمحت عن مبادرة شباب كيان مصر فعرفت أن المبادرة دي تساعد الناس وأنها من ضمن الحاجات اللي هتنمي في البلد وهتعمل حاجات كتير فكنت من ضمن الشباب اللي حبيتها تطوع وأكون من ضمن المبادرة دي حبيت أكون من ضمن المشاركين ومتطوعين في شباب الكيان طبعاً زي ما شفت المبادرة حياة كريمة صراحة شجعتنا كتير كتير ودتنا ثقة عالية جداً أننا لازم نرفع بشأن البلد والبلد دي مش نرفع شيء نرفع كيانها غير بالشباب وغير بنا احنا وفي محافظة الغربية يواصل كيان شباب مصر الذراع التنفيذي لتحالف العمل الأهلي التنموي بالمحافظة مقابلة المتقدمين للتطوع في التحالف حيث تدور الاختبارات حول تداعيات الأزمة الاقتصادية وكيفية تطوير العمل التطوعي ومجابهة الأزمات والكوارث إضافة لزرع الانتماء الوطنية هدفنا كلنا المفروض يكون الهدف لكل المصريين الأعلى والأسمى هو أن احنا نعدي بالبلد لبر الأمان وإن شاء الله نبقى في الظهور وتقدم وإن شاء الله بإذن الله برضو إيماننا بالكيادة السياسية طبعا إيمان شديد وإن شاء الله بإذن الله مصر بكرة أحلى بإذن الله بابنا مفتوح للناس كلها وبنقول محتاجين كل شباب مصر طبعا في ظل طبعا دعم السيد الرئيسة بلفتاح السيسي والكيادة السياسية أنه طبعا هو فتح الباب للشباب وإحنا كلنا إن شاء الله بإذن الله تحت أمر الناس كلها ومحتاجين أن يكون معنا أكبر قدر وأكبر عدد من الشباب هذا ويسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ نشأته لإرساء ثقافة التطوع وتعبئة الموارد البشرية اللازمة وتوظيفها لصالح العمل التنموي كما تم العمل وعلى تطوير قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع المتطوعين بتوزيعهم العمري والجغرافي والتعليمي بكافة القطاعات التي يرغبون في التطوع فيها مع تصنيفهم طبقا لتواجدهم الجغرافية